ومعنا دكتور وديع ترموني رئيس المركز الكندي للقلب أهلا وسهلا بك دكتور كنا عايزين نعرف رأيك في الكارديو أليكس السنة بصراحة أنا دائما أفاجئ بالكارديو أليكس فكل سنة يتحسن أكتر ما عرفش أنتم حتعملوا إليه السنة الجاية فأنا سعيد جدا ومش أنا بس درأي كل الأساتسل خاصا الزوار اللي جايين من أمريكيا ومن إيطاليا ومن كندا كلهم صراحة منباهرين وسعيدين جدا وأنا هنيئكم باللي عملتوا ده حاجة يعني مشرفة جدا مرسي أكون عايزين نسأل حضرتك تكلمنا أكتر بمعنى أصحة عن بضلطة دماغية وإي أعراضها وإي أسبابها نعم الجلطة دماغية اللي هي فقدان جزء من وظائف المخ وهي منتشر مرض منتشر جدا جدا في الدول العربية وللأسف عندنا في كندا وأمريكا يصاب الكبار في العمر الفوق سبعين سنة بس هنا لأسف تصاب الصغار في العمر يعني أربعين خمسين سنة مريد جيك بي جلطة دماغية واكتشفنا أن الأسباب جلطة دماغية في العالم الثالث منهم مصر أسباب بسيطة جدا وممكن تفديها جدا واحد من الأهم الأسباب اكتشفناها الجلطة الدماغية اللي هي الارتجاف الأذيني الارتجاف الأذيني عبارة عن مرض بسيط يصاب القلب دبدبة في كهربية القلب تؤدي إلى اختلاف نبضات القلب وهذا يؤدي إلى تكون جلطة داخل القلب وتنتشر من القلب إلى المخ وتعمل جلطة لو كان اكتشفنا الارتجاف الأذيني مبكرا ممكن نعطل المريد دوه بسيط جدا نحموه من الجلطة الدماغية السبب الرئيسي الثاني اللي هو الضغط الدم الضغط الدم هو القاتل الصامت المريد ما يشعرش عنده ضغط دم خالص ميروحش للطبيب إلى أن يصيره جلطة دماغية فنصحتي للمرضى أن يأخذوا باله من حالهم ويعملوا كشف دوري على الأقل مرة في السنة يشوفوا الضغط بتاعهم ويعملوا تخطيط قلب ويتأكدوا ما عنده مش الارتجاف الأذيني مرسي جدا لحيكا دكتور مشرف بنا شكرا شكرا